في نتيجة حتمية حصدها العراق من عملية الانتخابات المبكرة ارتفعت محصلة الهدوء والحوار التي غلبت أي تحتمالات أخرى كان يتخوف منها الشارع السياسي والشعبي في بغداد أما العاصمة التي تتجه الأنظار إليها تتركز في المنطقة الخضراء لتحديد المصير وتقرير المسير السياسي فإنها أمام تقاربات سياسية وأخرى فوضوية في الجهة المقابلة وعند الكتلة الأكبر يتمتع التيار الصدري والذي يقوده مقتدى الصدر باهتمام عربي ودولي سيما ما جاء مؤخرا في أوراق ميدل إيست آي من تفسير قريب من مربع القرار الصدري حيث التوجه لمفاجأة التوازن التي يريدها الصدر وتغيير الشكل المعروف سابقا في بناء البيت السياسي تحديدا في أروقة البرلمان التي تحدد بناء الحكومة الجديدة وتشكيل نوعها وبرنامجها المقبلة الغرب الذي يحلل وفق حسابات الأرقام والقيمة السياسية فأنه ينظر إلى أن مكوك القادة السياسيين الذين يعتزمون طرح مبادرات من شأنها تعزيز البنية الانتخابية في العهد المقبل فسرت بطريقة تأمين عدد للمقاعد بشكل أكبر في البرلمان للدخول في تشكيل حكومة توافقية أما الأفق المعلن في لقاء زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في أربيل فالعنوان الرئيس فيه هو طمعنة الجهات المعترضة على النتائج الانتخابات وإيجاد مبادرة وطنية لحل الأزمة الحالية أو في لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحزب الديمقراطي الذي تبادل فيه الجانبان الآراء لتجاوز التحديات في وجه العملية السياسية أما ما يريده الشارع العراقي فهو الوصول إلى تغيير حقيقي بدأت به الانتخابات المبكرة بقلب الموازين التي كانت ثابتة لا تتغير اشتركوا في القناة